أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني أن الأجواء مؤاتية لحل القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية مجددا الدعوة لعقد اجتماعا موسع بين كافة الأحزاب السياسية في إقليم كردستان وإعادة تنظيم البيت الداخلي الكردي على طاولة حوار خلال الأيام القليلة المقبلة بارزاني وبخصوص العلاقات مع الحكومة الاتحادية قال أن هناك نوايا طيبة من كافة الأطراف والأجواء الحالية مهيئة للحوار مع بغداد والتوصل إلى حلول بشأن كافة المسائل العالقة واصفا الأجواء السياسية بين أربيل وبغداد بالإيجابية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين وفي السياق أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني دعمه الكامل لمبادرة رئيسه مسعود بارزاني واستعداده للقاء جميع الأطراف السياسية دون تمييز